مستفزة جدا جدا يا جماعة وهي تعيين ايمن عبدالعزيز ايمن عبدالعزيز ده زمننا هنا زمننا في قناة نادي الزمالك ولد جميل جدا طلع معايا وانا موجود بدأ يلعب كان لعيب وعد جدا قوي جدا راجل في الملعب جاله عرض من احدى الفرق التركية ومن لعيبة القلائل اللي قعدوا اكتر من عشر سنوات في احتراف خارجي في الدوري التركي وكان من لعيبة المعروفة والمشهورة جدا في التركيا لنلعب اكتر من عشر سنين في الدوري التركي ثم عاد مرة اخرى لعب للزمالك لعب للمقصة ثم تولى التدريب في قطاع الناشئين ثم تولى التدريب مع اكتر من مدرب وحصل على اكتر من بطولة في الفريق الاول معناه دي الزمالك الراجل فيتوريا عرض عليه اسماء كتيرة جدا طبعا كله بيبوش يعني بيزقه وبيدوس باي طريقة محمد شاوي لازم ييجي ما عرفش مين ضياء الساد يرجع ما عرفش واقل شيتوس لازم يكون موجود يعني كده كله عمال عصام الحضر هو كان مع الفريق الاول لا لازم كده كده يبقى موجود كده هو ده واقل جمعة مدير منتخب اسلام الشاطر عمال يضغط عشان عايز يروح مدير منتخب في قناة الاهلي لا انا عايز اضغط وعايز اروح منتخب مدير منتخب كله عمال يضغط تمام بركات ماسك ملف المنتخب الاولمبي جاب واق الرياض مع الجهاز الفني بتاع الراجل البرازيلي واصام الحضري يعني بعد ما يوصل لمنتخب مصر الكبير وطبعا نصام الحضري خبراته كلاعب حاجة رهيبة يعني لكن خبراته كمدرب لا تؤهله ان هو يمسك منتخب كبير لسه ده بيحبو في مجال التدريب لكن في النهاية خلق اهو مسك لان مسك عشان اسمه كبير وبطولاته كتيرة وبالتالي مسك باسمه وبضغوط عصام بيضغط انا عايز اتعين انا عايز ابيه موجود انا عايز اتعين انا عايز اتعين انا عايز ابيه موجود فتعين ما ايجي اتعين فريق اول ايه اللي هيخليه ينزل درجة ويروح منتخب اولمبي فبقى موجود مفيش مشكلة فالناس افاجأ ان منهج بيتحط من بعض الصحفيين اللي خلاص بقوا معروفين ان هما ليهم ايه بيتقلهم قولوا كذا فبيكتب الايه سكريبت زي ما هو كده بيجي بقى من برة يجي من الصحفيين هنا يجي من اسمه ده مقدم تلفزيوني في قناة منافسة نفس الكلام بيتقال هجوم غير طبيعي على حزم امام على ايمن عبدالعزيز اللي تم تعيينه ايه يا جماعة ده المرة اللي فاتت قال له سكيروش الاستاذ احمد مجاهد جايب واقل جمعة واقل جمعة لم ينجح مع النادي الاهلي يعني يمسك ايه خبرات واقل جمعة عشان يمسك مدير كرة ايه خبراته الادارية هو كان لعيب كبير وصخرة في الدفاع مال انه وانا بدافع ان انا امسك منتخب يعني كمدير كرة كان في النادي الاهلي ولم ينجح قعد شهر ومعرفش عمل حديث في جورنان معرفش ايه ومشي من النادي الاهلي وراح يحلل بقى له اكتر من سنتين تلاتة بيحلل في احدى القنوات العربية رجع بقى مدير منتخب اول ما طلعنا من كاس عالم اعتصر ورجع عشان يحلل تاني تمام ادي وقى الجمعة عصام الحضري طلع فريق اول نزل دلوقتي منتخب اولمبي كابتن ضياء السيد مسك المنتخب وكان بعيد وكان مسك سيراميكا وبعد كان ترك سيراميكا بسبب سوء النتائج ثم راح لمنتخب مصر كلهم ناس محترم انا بكلمكم على اللي بيحصل يعني وبالتالي وكابتن ضياء فاكرين بقى وقال لك شيكبالا وقعد يصربوله وانا كنت ضد اي تسريب اي حاجة في اي حاجة انا ضد ده يعني وشكبال عمرو ما هيشن بالمنتخب وبتاعه بيهزر وبيضحك ومعرفش ايه وكده وفي النهاية راح داللي حصل النهاردة ما يكون ما نيجي حصام الحضري موجود وما فيش ولا فيتوريا جي قالك انا عرضوا عليه محمد يوسف وعرضوا عليه محمد شاوق الراجل رفض فيتوريا كمان كانوا اتنين يعني بنتاموا النادي الاهلي مع دلاش حساسية في الموضوع يعني في النهاية قالك انا عايز واحد صغير ما كانش مدير فني قبل كده يبقى عنده خبرات بسيطة وعايز يتعلم لان بنسبة 80% اللي جاي مع فيتوريا وجهازه الفني الكامل هو جاي هيؤدي ما يقال لي يعني يقول له اعمل كده اعمل كده اعمل وحدة الدربية اعمل وحدة الدربية امسك المجموعة دي مرانها على كذا فالرجل قاعد بيتعلم يعني قاعد بيتعلم تمام فما جيه طبعا الكل بيتكالب على هذا المنصب ايه من عبا عزيز ايه وبتاع ايه ومعاوه عرفش ايه هو ايه جماعة هي هي هو عشان لمجرد انه منتمي النادي زمالك هتدوسه على حزم امام ولا تدوسه على ايمن عبدالعزيز ايه 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 ا هو أنت لتكون عندك كوادر تبعك حتى لو ما عندهش أي خبرات في المجال اللي هي بتشتغل فيه فادعمها وأي واحد خلاص بقى الزملكة أنا أقول زملكة بقى أيمن عم عزيز زملكة لكن أقل بكده ده ما حدش يهاجم لا وإحنا مش هندي فرصة لده إحنا كإعلاميين زمالكوية وقناة نادي زمالك لن نعطي فرصة لهؤلاء للتقليل من نجمنا نجمنا اللي تعبوا وعرقوا ولعبوا للمنتخب وكان ليهم رصيد وبيبتدوا خطواتهم في التدريب وبيكبروا أفضل مدربين في مصر مدربين الزمالك أفضل مدربين في مصر مدربين الزمالك وبالتالي لن نترك أحد من نجمنا إحنا بندعم المدرب الأهلاوي طالما بيمسل بلدنا منتخب بلدنا لكن إنتوا هتعودوا بقى في القنوات الفئوية تدوسوا على أي واحد ما كنتش بتزعلوا ليه ما مصطفى مراد فاهمي كان عضو مجلس الإدارة وهو المتحكم في الاتحاد الأفريقي ما بتزعلوش ليه ما عمر شهين كان موجود واثناشر سنة مباراة العودة في القاهرة للنادي الأهلي في دول المجموعة بتزعلوش ليه بتزعلوش ليه ما شطة كان موجود وكل دول بعد ما سابقوا الاتحاد الأفريقي بيشتغلوا كان بيشتغلوا في شركة القرى في النادي الأهلي ايش معنى يعني انتوا عايزين ايه مش فاهم ما بتزعلوش ليه ما عدل القاعي كان موجود في اتحاد القرى وعمل غرامة على إبراهيم سعيد مليون وستمية وإقاف ست شهور ما بتزعلوش ليه ما عدل القاعي أخد عقد إسلام الشاطر وبيلعب في الزمالك عشان يرجعهم اتحاد جد على النادي الأهلي ما بتزعلوش ليه من ده حاجة غريبة جدا احنا هنا في قناة ناس زمانك ليه أكثر مشاهدة مش هاي هم نتكلم كلام منطقي كلام عقلاني كلام مش أي كلام في أي حاجة وخلاص احنا بنتكلم بحق ربنا وبنساند الناس بحق ربنا ومش هنقبل لحد يدوس على حزم إمام فعلة بكل مصرية في قرار خده أو أي منعب عزيز زماننا هنا واللي هيترق القناة خلاص عشان بيشتغل في منتخب مصر وبنتمنى له التوفيق يا رب وبنتمنى له ان ربنا يوفقه ويشتغل ويكتهد ويكتسب خبرات من فيتوريا وينجح مع فيتوريا وبنتمنى العصام الحضري والواق الرياض والمدرب البرازيلي انه ينجح ويوصلنا باريس دورة اللومبية القادمة بغض النظر ده أهلاوة ولا زمالكاوي ما عندناش الحسابات دي ما عندناش المرض ده ده اسمه مرض وكر وحقد وغل على كل ما هو زمالكاوي وانا هكشف اسماء بعد كده وانا بقول مش هنسمح بدا مش هنسمح بدا لان احنا هندافع عن نجومنا طالما ليهم الحق ان هم يتواجدوا وككوادر تنجح وتجتهد في المكان اللي بيتم وضعهم فيه ترجمة نانسي قنقر